نفى محافظ المهرى محمد علي ياسر وجود أي تهريب أو نقل للأسلحة عبر سلطنة عمان وضف بن ياسر في حوار مع قناة اليمن اليوم أن القوات السعودية بعد تموضعها في عدة مواقع لم تنقل أي تقارير للسلطة المحلية بشأن وجود تهريب للسلاح من سلطنة عمان أنا تحمل مسؤولة لكلام مش رحضة للناس كلام أما عمان يتصدر للحوذيين سلاح لا عندنا أهل كلام بس بناء على ذلك بدأت السعودية بنجد قواتها في المهرى هذا لأنه كان فيه تقارير مخابراتية جاءت لهم عبروا أنه فيه تهريب من داخل المنفذ نفسه بس هذي الأمم المتحدة هذي خبراء الأمم المتحدة أنا مش دافع عن حد أنا مش دافع عن حد لأنني شفته خلال المواقع اللي عيشته هنا السنتين هذي لم يحصل شيء من هذا لكن كان قبل كان المحافظ يعني أكد الإخوان السعوديين وغيرهم إنه فيه تهريب سلاح وإنه فيه متريريش وإنما أجيت على أرض الواقع حتى لقوا السعودية لما جوا بعدين هم إلى منفذ شحن وجلسوا فيه جلسوا فيه عادتهم قبل أحوالي أسبوع من ضمن العادة التموضى سحبوا منه لم يطلعوا لنا تقارير بإنه فيه سلاح وإلا فيه كذا